معي مباشرة من الرياض لم يأموا في مراسلة التوليفيزيون المصرية لم يأم قلي لنا الصورة من داخل معرض الرياض تقرأ يعني بالفعل بتتواصل لليوم الثالث على التعوالي فعليات معرض الرياض الدولي لكتاب والذي ينطلق تحت شعار الرياض تقرأ إقبال جماهيري كبير على المعرض الذي يعد من أكبر معرض كتاب في المملكة العربية السعودية يعني معروف أن المملكة بتعمل معرض المدينة بنورة للكتاب ومعرض جدا للكتاب لكن معرض يراد هو أكبرهم ويما كما قلت في الخبر بيشارك في هذا المعرض أكثر من ألفين دور نشر من ثلاثين دولة المعرض السنة يتميز باستخدام التكنولوجيا الحديثة في أشياء كثيرة في المعرض فعلى سبيل المثال يوجد هنا ريبوت يتحدث ما يقرب من 97 لغة يرشد الزائرين على أماكن الأجنحة أيضا في سؤالهم حول الكتب يرشدهم على الكتب التي يريدون قراءتها أيضا الشباب السعودي هنا منتشر في كل مكان أمامهم الشاشات يستطيعون من خلالها توجيه الزائرين للأجنحة الذين يريدون الوصول إليها المعرض هذا العام يعني اهتم كثيرا بالطفل وتعلم الطفل عن طريق الترفيه إزاي يجعل زيارة الطفل للمعرض يعني زيارة مبهجة وظريفة ويقدر من خلالها يعني يلعب بعض الألعاب يرأى الكتب وفيه إصدارات كبيرة لكتب الأطفال يعني دعيني أركز لكي على الجناح المصري اللي مدير هيئة النشر والأدب والترجمة دكتور عبدالعطيف الواصل بالمملكة العربية السعودية أشاد بالجناح والأجنحة المصرية ودور النشر المصرية وقال إن مصر دايما بتحرص إنها تشارك في معظم يعني معارض الكتب هنا في المملكة العربية السعودية وأشاد بالإصدارات المختلفة اللي بتقدمها الأجنحة المصرية يعني قال إن مصر لها دور مميز جدا في معارض المملكة العربية السعودية الكتاب وأكد أن الجمهور السعودي بيحرص دايما أن يزور معرض الرياض الكتاب وبيحرص بصفة خاصة أن يزور الأجنحة المصرية الجمهور كمان تحدثت معهم اللي زاروا الأجنحة المصرية أشهدوا بالإصدارات الحديثة وأشهدوا بالأسعار المميزة اللي بتقدم من خلال الأجنحة المصرية هنا في المعرض بالإضافة إلى يوجد ما يزيد عن 200 فعالية ثقافية من ندوات شعرية وندوات حوارية يعني شعراء جم من داخل المملكة وخارج المملكة أيضا هذا العام تحل قطر قضيف شرف معرض الرياض الكتاب أيضا المعرض بيحتفي بعدد كبير من الشعراء اللي بيشاركوا هنا في المعرض يعني بتتواصل على مدار عشر أيام فعاليات معرض الرياض الدولي كتاب وسط إقبال جماهيري من مختلف الأعمار أنا شفت شباب شفت كبارسين شفت أطفال الكل بيحرس أنه هو ييجي ويقرأ من خلال يوم مميز هنا في المعرض إليكم مرة أخرى زملائي في استوديو أشترك من الرياض على الهواء مباشرة لم يأموا في مراسلة تلفزيون المصرية